أهلا بحضراتكو مرة تانية وإحنا لسه مكملين معاكو من شرم الشيخ منتدى شباب العالم في الدورة الرابعة نكلم كتير عن التنظيم والاستعدادات والشباب اللي بيمثل نفسه وبيمثل مصر في تنظيم وإدارة والاستعدادات والأفواج القادمة وإن شاء الله مع نهاية المنتدى الأفواج الراحلة والفقاعة الخاصة بكورونا في تفاصيل كتير جداً محتوى ترفيهي أيضاً على هامش المنتدى في تفاصيل كتيرة جداً جداً لنحظ النهاردة أننا موجودين قبل الفعالية الرسمية الافتتاح في يومين ورش عمل النهاردة اليوم الثاني بكرة الافتتاح والجلسة الرئيسية عشان كده احنا موجودين قبل البداية الرسمية أو ضربة البداية الرسمية غداً عشان نعرف إيه الاستعدادات وإزاي تم الاستعدادات والكواليس لهذه الاستعدادات والمنظمين معنا دلوقتي كمان ثالث الضيوف وهو أيضاً من المنظمين وعضو اللجنة المنظمة لمنتدى الشباب العالم إسلام الرجلي صباح الخير إسلام صباح الفل الحمد لله نركو والله صباح الخير عليكم إحنا دايماً بنسأل ضيوفنا في هذه الحلقة إنتو بتعملوا إيه في هذه الدورة؟ بص هو السؤال المفرودي يبقى إنتو ما بتعملوش إيه؟ ما شاء الله ما شاء الله طب إحنا معاك لا لا كده فيه ثقة كمان كده فيه ثقة طبعاً أنا بحب الناس الواثقة من نفسك لا والله إيهوة مش مسألة ثقة على قد ما هي أنت حرفياً بتعمل كل حاجة سواء الطلب منك أو ما الطلبش لأن أنت بتربيزنت الWIF من كل حاجة منتدى الشباب العالم بالزبط الورليد يوس فورم أو اللي هو منتدى الشباب العالم إحنا دايماً في اللجنة المنظمة مفيش آه بتبقى أنت متسكن على جوب ديسكريبشن معين أو وصف وظيفي معين في لجنة معينة بيبقى ليك اختصاصات أنت بتقوم بيها من أول لما بتخش لسنترال أوبريشن روم أو غرفة العمليات المركزية لحد دا ما بتخلص اسم كبير غرفة العمليات المركزية آه ده اسم كبير ورسبنسبليتي أكبر يعني هو مش الاسم بس اللي كبير هو رسبنسبليتي أو المسؤولية هي أكبر لأن زي ما بقول لحضراتكو هو أن أنت لما بتبقى مسؤول عن حدث بهذا الحجم بهذه الضخامة عن ناس معينة من أول إرسال التصريح ورجستريشن والسيستيم ممكن يكون سهل بالنسبة لناس ممكن يكون معقد بالنسبة لناس تانية أن أنت مسؤول عن تسكنهم وانتقالاتهم وتصريحهم وأن ما فيش أزمة تحصل ده في حد ذاته حاجة كبيرة جداً الأساس بتاع شغلك؟ آه بالضبط أول حاجة بس أنت قلتها بشغلك عوزرنا حسام طبعاً أول حاجة أنت قلتها التسجيل على الموقع التسجيل كان سهل هل كان فيه ناس بتقابل مشاكل أو بتقابلها مشاكل في التسجيل فكنتوا بتساعدهم على حل المشاكل دي؟ ده حقيقي بس خلينا نرجع خطوطين لورا هو إحنا بنعمل إيه؟ أول سنترال أوبريشن روم هي إدارة أو غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات إحنا في عندنا شقين الشق الأولاني هو إدارة العمليات والشق الثاني هو إدارة الأزمات الشق إدارة العمليات فيه تلات حاجات الحاجة الأولانية هو المتابعة والاتصال ما بين كل التيمز اللي موجودة على الأرض إن بيبقى فيه رصد البعض التحديات اللي إحنا بنشوفها اللي ممكن تكون بتواجه الضيوف على سبيل المثال مثلا حضرتك المفروض بعد من طلقت من القتيل دخلت على بوابة البوابة دي هي بوابة خروج حضرتك مش عارف مش عارف تخش فبالتالي إحنا بنرصد حاجة زي كده وبنوجه حضرتك لإزاي تحل المشكلة ده الجزء الأولاني الجزء الثاني بيبقى فيه حاجة اسمها متابعة اللي جان إن مثلا في زمايالنا كل واحد فيهم شغال في لجنة فيه واحد شغال في لجنة الترانسبورتيشن أو النقل الضيوف فيه واحد تاني شغال في إصدار التصريح طب فيه حد تنقل بس التصريح بتاعه لسه مطلعش هنعمل إيه فإحنا بنتبع اللجان الموجودة على الأرض من الغرفة علشان نقدر نقول إن مفيش حاجة تحصل للضيوف تدايقهم وفي نفس التوقيت الفترة اللي هم عادين هيبقوا مبسوطين فيها معنا سواء جوه المنتدى أو بره في شرم الشيخ يعني لما ينزلوا يتفسح تالت حاجة وهي إصدار التقارير إحنا كل ده بنتكلم على العمليات تالت حاجة إصدار التقارير إن أنا الفيرجن دي لما بتخلص الفيرجن الرابع من المنتدى شباب العالم أقدر أقول أنا إيه البروجرس بتاعي عن آخر نسخة اللي هي اللي كانت معمولة في سنة 2019 فبيبقى فيه عندنا إصدار تقارير بنشوف إيه هي المميزات اللي إحنا عملناها وبنشوف كمان إيه هي اللي إحنا واجهناها اللي إحنا ممكن نطورها في النسخة الخامسة إن شاء الله كل ده أدارة العمليات فيه بقى عندنا حاجة تانية أدارة الأزمات ودي متفصصة حتة حتة فيه عندنا أدارة طيب قبل ما نروح لأدارة الأزمات حابب أرجع لسؤال شازلي عشان ده سؤال مهم على الرجستوريشن والتسجيل على الموقع فانت قلت له رجعنا خطوطين لورا خلينا يطلع ما أنا همسكها بالتفاصيل بس كنت عايزة تدي لك الصورة الكبيرة طيب ما فيش مشكلة الجزئية بتاعت السيستم بتبقى سهلة جدا لأن على حسب مين الشخصية اللي بيسجل ففي عندنا كاتيجرس كتيرة جدا في عندنا وفود رسمية ودول بيتم دعوتهم دول مش بيسجلوا في عندنا ممثلين من وزارة الخارجية سواء قنصلية مصرية أو عالمية فبالتالي بيتم التنسيق ما بينهم وما بين وزارة الخارجية الموضوع بييبقى مختلف تماما في عندنا شباب أجنبي وشباب مصري الموضوع ببساطة جديدة جدا أولا ما بتخش على السيستم بيبقى في الخطوات بتاعت إنت لو قريتها وركزت فيها الموضوع هيبقى السيمبل أزا بيبقى بسيط جدا ولو بيبقى في عندك مثلا أي تشالنج بيوجهك أن أنت مثلا سجلت على السيستم وما جالكش الكمفرميشن إيميل وده ما بيحصلش بس هنفترض جدلا أنه هو حصل بيبقى فيه إيميل اللي هو إيمفو الميل بتاع إيمفو ده إن حضرتك بتبعت على الإيميل بتقول والله يا جماعة أنا وجهتني مشكلة كذا التيم المختص بتاع السيستم بيرد عليك لأن ده من أحد اللجان بيبقى تيم اسمه تيم السيستم وفيه تاني تيم اللي بيستلم منه اسمه تيم التكتنج اللي بيحجز بقى تذكر بتاع الطيران ده موضوع تاني ده بيسلم ده عظيم ده بالنسبة للتسجيل بالزبط الفرز دي نقطة مهمة طبعا فرز الطلبات المقدمة لو تكلمنا عنها أكتر عارفين في البيانات الرسمية فيه تقريبا نص مليون شخص سجل من مختلف دول العالم واخترنا منهم ألفين فيه 498 ألف واحد سجلوا وما قدروش يحضروا دي نقطة حساسة جدا لأن الناس كلها نفسها تيجي تحضر وده بالنسبة لنا لما إحنا بنشوف هذا الكم من الناس اللي سجلوا ده بيبقى كلنا فخر والله يعني الستاتيستيكس والإحصائيات دي لما بتطلع إحنا بنبقى مبسطين جدا بيها ليه؟ لأن مقارنة بالنسخة الأولى التانية التالتة الرابعة العداد عمالة بتزيد فده معناه حاجة ده معناه حاجة مهمة جدا إن الحمد لله في نجاح ولما تيجي تشوف بقى النص مليون دول كام واحد فيهم كان موجود في الفرجنز اللي قبل كده في النسخة التالتة أو التانية أو الأولى هم عايزين يجو يحضروا تاني فده بتبقى مسألة بتبين لك قد إنت ناجح الحمد لله في فضل ربنا سبحانه وتعالى الحاجة التانية ان انت مش عايز ان انت تفوت فرصة على حد تاني يعني فيه حد خد فرصته مثلا في النسخة الأولى أو التانية أو التالتة وسمع من حد كان معاه في نفس البلد فحابب يشارك فمش عايزين نقول الأولوية بتبقى لشخص معين بعينه ولكن بتبقى بتتم بخطوات معينة فيه ناس جات قبل كده فيه ناس ما جاتش ده حاجة بيبقى فيه سيليكشن كريتيريا أو سيليكشن كريتيريا دي بتبقى قصص على أساسها بيتم الاختيار بالضبط قصص بيتم عليها الاختيار ان القصص دي ان حضرتك تكون ماشي بالتعليمات اللي احنا كنا كتبينها في الريجستريشن أو في السيستم ان حضرتك تكون عامل إرفاق للباسبور بتاعك ان الباسبور يبقى ساري ان حضرتك كمان في النسخة دي احنا بنبقى طلبين شهادة بي سي ار بسبب الوضع بتاع كوفيد فبالضبط فبالتالي ان حضرتك سواء مصري او اجنبي لازم ترفق شهادة التطعيم حتى لو بيانتك كلها كاملة حضرتك ما ارفقتش حضرتك السيليكشن كريتيريا فيها مشكلة وهكذا يعني الموضوع بيقى السيليكشن كريتيريا لما بتبقى فيه حاجة نقصة للأسف ما بيحصلش الاختيار ولكن لما بتتم بيحصل الاختيار وبيتم هنا التواصل من خلال التيم الخاص بيقول لحضرتك الفلايت تيكت بتاعتك او التسكرة بتاعت الطيران هتبقى امتاو على طيران ايه ولو فيه ترانزيت ولا لا كل ده بيبقى موجود عندي انت كنت بتكلم عن الناس اللي بتسجل وان العدد بيزيد كل مرة احنا تقريبا اول منتده كنا 3000 حضور مشاركين بعد كده 5000 5000 والمرة بسبب كورونا فهم 5000 هذا العدد هل ادارة المنتدى بتتواصل معاه بعد انتهاء النسخ يعني هل بيكون فيه تواصل على مدار العام ولا هو فقط من خلال النسخ اللي السنوية لا مش عايزة اقول لك على مدار العام بس بيتم من قبلها فترة يعني ايه يعني الورلد يوس فورم اللي احنا بنتكلم فيه او منتده شباب العالم اللي بيحصل دلوقتي احنا بنحضر له بقى لنا سبع شهور فسبع شهور ده يعني رقم يعني مبلغ حلو يعني صحيح فبالتالي احنا قامش 12 شهر مش السنة كلها بس سبع شهور من السنة بنحضر علشان نعمل المنتدى اللي بيطلع في ثلاثة ايه ولكن الفترة الاصعب خليني اقول لحضرتك الفترة المرهقة اكتر وعلى قلبنا زي العسل طبعا الفترة اللي قبل المنتدى اللي احنا فيها دلوقتي دلوقتي فترة اللي قبل الانطلاقة بحوالي عشر تيام ومع وصول الوفود طبعا لان بتبتدي هنا وفد يوصل او مشاركين يوصلوا هنعمل ايه بقى الخطوات بنمشي ازاي السيستم بتاعها بيبقى ماشي ازاي تبدأوا تطبقوا عملي فعلا اللي انتوا كنتوا بتعملوه في السبع شهور بالزبط والتيماد بتسلم بعضها بقى اللي احنا متضربين عليه ان احنا متضربين على ان التيم ده الجوب ديسكريفشن بتاعه هينتهي هنا تيم السيستم بينتهي هنا الدور بتاعه ان هو بيعرف الناس مين اللي جاي دور التيكتنج بيبتدي بقى يتوصل مع الناس ويبعت لهم الفلايت تيكتس الفلايت تيكتس بتيجي الناس بتيجي بتوصل هنا بألف سلامة بيبتدي بقى الجزء بتاع الارجنايزر زيبان على الارض ان حضرتك في حد بيستلمك في المطار بيوجيهك لخيمة التصريح بتاخد التصريح خيمة التصريح بي سي ار بعدها بتعمل البي سي ار ده لما حضرتك بتشرفنا بتتسكن الاول في القوتيل بتتنقل للقوتيل بعد كده بتتسكن بعد ما بتتسكن حالك بتعمل البي سي ار والبي سي ار بيحصل كل يومين كل يومين عشان نتأكد ان حضرتك يعني اللي قدر الله بيتشر عنه ويعني ما تكونوش امتاكتد او حاجة محدش حصل له الاصابة لان زي ما حضرتكو عارفين ما ينفعش ان حد يبقى فيه حتى شك ان هو مصاب او كده وبعد كده بنبتدي نشوف بقى الجزء بتاع ادارة الازمات لان احنا بنبقى حطين سيناريوس كتير لادارة الازمات ان فيه عندنا سكشنز لادارة الازمات فيه عندنا ادارة ازمات لوجستية وتنظيمية ان احنا عايزين نشوف عدد او الكاباستي اللي موجودة في كل قوتيل القوتيلات دي قدامها كامباس علشان ينتقلوا الباصات اللي موجودة دي هي بنفس الكاتيجريز بتاعة الكلاينتس اللي موجودة او الجزء اللي موجودة ولا لا لان الباصات انواعها مختلفة هيتنقلوا امتى في حد عنده واركشوب صبح الساعة عشر في واحد عنده انسبايرد في المصرح الساعة اتنين في حد هيحضر فقرة غنائية في المصرح الساعة عشر فالموعيد بتبقى مختلفة دي ادارة الازمات اللوجستية فيه عندنا بقى حاجة اسمها ادارة الازمات التكنولوجية ان احنا مثلا واحنا عاديين في الاوضة اللي فيها الوركشوب او اللي فيها مثلا هيبقى متواجد فيها مثلا سيادة رايس احنا لازم نمكشور ان ما يحصلش اي مشكلة تقنية او اي تحدي تقني من وصلة كابل من انقطاع كهرابة دي ادارة الازمات التكنولوجية وفيه ادارة ازمات اعلامية في عندنا مثلا حد المفروض ان هو اعلامي المفروض ان هو يبقى جاي طب هو اي ده استلم التصريح او ممكن ما استلمش التصريح اي ده طب هو هيخش ازاي وما استلمش التصريح بساعتها احنا بنبقى حاطين سيناريوهات مسبقة عشان ما نوصلش لده اصلا حرك فهم قصدي وطبعا في الاخر بتبقى فيه ادارة ازمات صحية في الفرجن ده طبعا ما كانتش موجودة قبل كده ادارة الازمات الصحية دي بسبب كورونا وان احنا نتطمن على الناس وبيبقى فيه تيم كده جميل اسمه تيم اللي هو الهدايا حضرتكو اول لما بتخشوا الاوضة بتاعتكو بتلاقوا كده شنطة مكتوب عليها الولد يوس فورم فيها شوية جفتس كده بسيطة من المنتدى لكل الناس التيم ده بيتعب جدا زي اي تيم موجود في المنتدى والسانات ده من جوا الشنطة شوية حاجات وقائية كده ليها علاقة بالإيه بالسحة تاخد ناسان فيتامين سي حاجات صديقتي خليني شيف الجفتس او تميثي هاي ده الهدايا ولا ما هذا هو ده وقتها مي ده وقتها يعني محدش كنلاقي الكلام ده من شوية الحمد لله كل حاجات اتوفرت خليني اسلام من اهم النقاط اللي ممكن انت تعرضوا ليها كمنظمين انت بتتكلم على ادارة ازمات الأزمة الأكبر أن يكون حد وصل وعمل بي سي أر وطلع بوزيتف من زبط طلع حد مصاب من الواصلين من داخل مصر أو من خارج مصر دي أزمة في حد ذاتها لأن ده يعني نقدر نقول نوع من أنواع يعني وأن كنا حنبالغ شوية بس قم بلا موقوطة لأن الواحد ممكن يعدي كأثنين تلاتة أربعة وفي الآخر تبقى بقرة بعد الشر طبعا فلازم بيكون فيه شغل على مستوى عالي وسريع والسرعة هنا هي العامل الأساسي إزاي بحطين سيناريوهات لمثل هذه الأمور الجزء الخاص بتاع إدارة الأزمات الصحية السنة دي معمول بشكل أكتر من رائع لأن فيه ناس كتيرة جدا من ضمنهم أو على اللي ماسك التيمليدر الخاص بالفريق ده دكتورة شايماء حسن وهي حتى بلان أكتر من تفصيلية للي حضرتك قلته ده ليه بقى؟ لأن أولا ده معناه يعني لو حصل اللي حضرتك بتقوله ده وده ما حصلش ده معناه أن حضرتك جيت من غير ما تعمل الPCR أو من غير ما ترفع الشهادة بتاعت الPCR وده أصلا لو حضرتك عملته السيستم هيرفضك من الأول خالص مظبوط ده الحاجة الأولانية طيب هنفترض بقى أن إحنا وإحنا بنعمل الPCR هنا حضرتك لقدر الله أو أي حد بتشرع عن أي حد يعني طلع أنه هو بوزيتف وده معناه أن الإنفكشن حصل فين الإنفكشن حصل فيه يا إما بعد ما يعني جي هنا بعد الوصول بعد الوصول وفي نفس التوقيت على حسب القوتيل طيب إحنا علشان نتغوية أو نتجنب حاجة زي كده إحنا مخليين الإجراءات الاحترازية مضعفة فبالتالي حضرتك أي مكان في أي قوتيل حضرتك مثلا بتتكلم فيه على أن أنت هتنزل تفتر أو في القوضة أو في أي حاجة هتلاقي كحول بكميات مضعفة هتلاقي كمامات بكميات مضعفة وإنت داخل الولد يوس فورم من على الجيتس من بره حضرتك بتلاقي تعليمات أن حضرتك لازم تغير الكمامة كل أربع ساعات حضرتك المفروض في أي مكان جوه الهولز الكبيرة وإنت ماشي هتلاقي كيترينج نفس الكلام فيها والإرشادات دي تاني حاجة ثالث حاجة أنه لو حصل كيس أو هنفترض جدلا أنه حصل كيس في عندنا أولا في مستشفى شارم الشيخ مستشفى شارم الشيخ إحنا حاجزين فيها غرف عزل كتيرة جدا وهي الحمد لله كلها فاضية وإن شاء الله هتفضل فاضية طول المنتدى نفس الكلام مع الفنادق لأنه هفترض جدلا أنه فندق بعيد مثلا عن المستشفى فهو محتاج يكون موجود في المستشفى هو ما عندهش أعراض مثلا مثلا فلا إحنا هنعمله عزل في الأوتيل وكل حاجة هتوصله ومن ضمن الجيفويز كان فيه ترمومتره علشان يقدر يقس حرارته نفسيا هو نفسه يعني وهكذا وهكذا فبالتالي كل الإجراءات تمت مضعفتها وفي نفس التوقيت بيحصل عزل بنفس الإجراءات الاحترازية والمضعفة بتاعتها أعظم جدا لغة الأرقام مهمة جدا يا إسلامي كنت لسه أتكلم معك في عدد الناس اللي شاركوا في الثلاث نسخ اللي فاتت دولتي أتكلم معك في عدد الناس اللي قدمت على الموقع في الثلاث نسخ اللي فاتت بدأنا من 233 ألف لتلتمية لتلتمية وخمسين لذلوقتي عدينا نصف مليون إيه السبب في كده؟ هل إحنا عندنا جولات بنقوم بيها بره مثلا للتعريف؟ ولا إحنا بنعتمد على السفراء اللي حضروا وشاركوا فبيروحوا ينقلوا التجربة ولا هل القائمين على هذا المنتدى وعلى تنظيم هذا المنتدى عندهم جولات عشان يعرفوا الناس بره بأهمية هذا المنتدى والأساس بتاع هذا المنتدى بص هو الفكرة كلها طلعة من البي البي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة البرزدنشل ليدرشيب بروجرام ده بيعتمد على حاجة واحدة بس وهو الورد في موث إن أنا بالنسبة لي زي محارتك قلت أنا سفير فبالتالي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة إحنا قبل لما أنت تبقى في مكان وبتنظم وبتديركت أو بتوجه أو بتعمل يعني إفنت بهذا الضخامة يعني أو بهذا الحجم تم مفروض تبقى متأهل في الأول طيب إحنا لما قعدنا ودرسنا كل الفترات دي إحنا بنتكلم معاك بقى كلاجنة تنظيمية أنا ما معيش البودجت اللي تخليني أروح أعمل ماركتين كامبين حملة تسوقية بره وأقول للناس تعالوا ومش عارف إيه والكلام ده كله لا خالص بس في نفس التوقيت أنا بعتمد أن أنت حد جايلي من أفريقيا مسافر من إثيوبيا أنا يهمني جدا أن أنت تخرج مبسوط حد جايلي من أمريكا يهمني جدا أن أنت تخرج مبسوط حد جاي من تنزانيا من غينيا يهمني جدا أن أنت تخرج مبسوط عشان لما أنت ترجع المفروض إلي يحصل هيسألوك هناك أو أنت ذات نفسك هتبقى مبسوط بالتجربة إلا هيحصل إنت هتعمل شيرنج على كل السوشيال ميديا على الإنستجرام والفيسبوك والواتساق كل حاجة والله أنا كنت مبسوط وسبيشي لي بقى أن أنت لو جيت ولاقيت مثلا وزير من البلد بتاعتك وبتتصور معاه إلا هو أصلا محصلش في دولتك فدي إكسبرينس وطن إكسبرينس دي إكسبرينس مش تبقى موجودة عندك في البلد جيت شفتها هنا فبالتالي الورد في ماوس ده مهم جدا وده اللي بنعتمد عليه بنسبة كبيرة الحاجة الثانية ودي يعني جزئية يعني حضرتك بذكرتها في الأول إن غير الورد في ماوس التجربة في حد ذاتها التجربة بتاعتك كمشارك أنا جاي جزت سبيكر إيه الجمال ده في عندنا في المسرح شباب العالم الورد يوس فورم في عندنا الصبح بتبقى حاجة اسمها إنسبايرت شباب بيجوا بيتكلموا على قد إيه المشاريع بتاعتهم نتحت بأرقام محدش يعرف عنهم حاجة بالضبط كرواد أعمال محدش يعرف عنهم حاجة أنا موجود أنا باطل على الستيج أنا موجود أنا بأعرف نفسي بقول أنا بأعمل كزا أنا نجحت في كزا ده بيبقى تعليم لناس تانية في نفس الاجرينج في نفس السن ويا سلام بقى وأنا هبقى متحيز جداً للاكاديمية الوطنية للتدريب لأن أنا أصلاً بشتغل في الاكاديمية الوطنية للتدريب إن إحنا عندنا برامج كتيرة جداً غير PLP PLP كانت البداية نقطة الانطلاق في عندنا حاجات تانية في عندنا حاجة اسمها الافريكن برنامج رئيسي لتأهيل الأفارقة للقيادة كل الناس من كل الدول الأفريقية بتيجي تتدرب عندك فتخيل هو أصلاً تدرب عندك في الاكاديمية الوطنية للتدريب وجه منتدى الشباب العالم أو عايز يحضر منتدى الشباب العالم باعتباره فرد بقى خلاص بقى الدولة الدولة التانية بتاعته عندنا البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين لقيادة ال EPLP وده بيبقى الاتج رينج كبير بتاعه شوية وفي جهات حكومية المسؤولين التنفيذيين في الجهات حكومية سنهم من 30 إلى 45 فبالتالي أنت كل الناس مشاركة لك الاتج رينج بتاحهم كبير من 30 إلى 45 مالو من 30 إلى 45 حلوين 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 على فكرة على فكرة نتنين وثلاثين برد يعني هو كبير نحن لس صغارين نحن لس صغارين نحن ننجح نحن بالفوق التلاتين لا الله أنت بشكله ويجبش تلاتين أصلاً الحمد لله نتقدر تقول مثلاً 17-18 سناني حلوين الطب حاجة كيف طب يبدأ يعني في شغل كتير حصل عايز أعرف منك كمان الجانب الترفيهي انت المشارك في المنتدى أكيد حيب أحابب إنه هو الصبح يحضر جلسات ورش عمل يكون فيه جانب يعني فيه زخمة والجانب الآخر هو برضو بيزور دولة أخرى جاي مسافر عايز يبقى متاح لي أن يشوف بحر يشوف فن وإحنا عندنا كمان السنة دي فيه اهتمام بالفن والإبداع فإيه المختلف السنة دي في مجال الترفيه والفن والإبداع طيب هو حراك بتتكلم في سيكشن الترفيه أو الانترتينمنت خلينا يعني نرجع خطوطين نشوف الأبليكيشن بقى تأول لما بتنزل بيبقى فيه الأبليكيشن بتاع المنتدى شباب العالم أول لما بتعمله داونلود حضرتك بتقدر تشوف ايه المعالم السيحية اللي انت ممكن تزورها في شرم الشيخ ده لو كان فيه وقت وقدرت ان انت يعني ايه تبقى قادر ان انت تتمشأ أو تخرج بعد بعد الجلسات يعني طيب بالليل نزلت وتفرجت على المظارات السيحية اللي موجودة أو غيره أو غيره الصبح زي محرك بتقول بتبقى جلسات أو ورش عمل بالليل بتقدر ان انت من خلال الابليكيشن تقدر تشوف كل المظارات دي من خلالها كمان بنقدر ان احنا نوفر لك اللي انتقالات الخاصة علشان لو حضرتك مثلا في نبء في شرم الشيخ وعايز تيجي سوهو سكوار مسافة كبيرة جدا احنا بنوفر لك بقى على الابليكيشن رقم العربية اللي حضرتك هتخدها واسم السواء ورقمه اسم الكابتن ورقمه اللي هتجيبك وهتنقلك من هنا هنا فما يبقاش فيه تكلفة زيادة فانت كجسد تبقى عايزة يعني ده علشان الضيوف يعني علشان حضراتنا ضيوف كلنا وعلشان العربي احنا بنربي صفرة لمصر في الخارج ده حقيقي ده حقيقي جدا انت بتكسب بتكسب ناس تيجي مصر تتكلم تجيب سياحة تتكلم تقول في مصر احنا شفنا وجينا وتفسحنا وده يعني قادر اقول قوى النعمة همش دعائي هي طبعا من القوى النعمة هو همش دعائي بيحقق ليك مكاسب سياحية واقتصادية وفوق منها مكسب سياسي ده حقيقي والجزء الخاص بالنحية الترفيهية كمان غير المنتدى او يعني الجزء ده بيبقى مهم قوي لان في ناس كتير عندها خلفية عن مصر ان هي القاهرة والأهرمات لا فيه فشار مشيخ حاجات كتيرة جدا وعلشان كده فيه فريق اسمه الميديا برودكشن عندنا من ضمن التيمز اللي موجودة في غرفة العمليات عاملين حاجة اسمها ال دابلي واي اف مجازين او منتدى الشباب العالم المجلة الخاصة بمنتدى الشباب العالم اول ما بتوصل للأوتيل بتستلمها بتعرف كل المعلومات اللازم ان انت تعرفها عن الجزء الترفيهي او عن مدينة شار مشيخ او الى اخره طيب عزين اتكلم معاك عن الجلسات بقى اللي انت معني بيها اكتر اوكي هو انا مش في قسم المحتوى بس انا ممكن ادي لحضرتك كده اوه انت انا نوت شيل كده الدنيا هتبقى ماشية ازاي عندنا في اول يومين اللي هو ابتدى مبارح مبارح والنهاردة عندنا حاجة اسمها البربراتري ووركشوبس اللي هي الوورش العامل التحضرية قبل الابنينج سيريموني الابنينج سيريموني او هو الجلسة اللي افتتاحية هتبقى يوم عشرة ان شاء الله يوم تمانية وتسعة اللي هو مبارح والنهاردة هيبقى فيه اوه جلسات تحضرية الجلسات التحضرية دي بتبقى من ضمنها حاجات كتير زي عندنا جلسة التحول الرقمي ان كل حاجة دلوقتي في حياتنا بقت بابليكيشن بقت بابليكيشن انت دلوقتي عايز بيجي لك تليفون انت بتروط عليه من الساعة انت كل حاجة دلوقتي بقت بكيبل بتشحين بالزبط خلاص الموضوع انتهى الابليكيشن اللي انا كنت يسأ بقول لحضراتكو عليه عشان تعرف الشرم الشيخ والمزايا اللي فيها وتعرف تروح فين وتيجي منين هتنزل الابليكيشن مش هيبقى فيه حد بيجي بيقول لك جلسة التحول الرقمي دي جلسة مهمة جدا في الوركشوبس من ضمن الحاجات الخاصة بالوركشوبس كمان هي الام يو ان الموضل اف يونيت نيشن نموذج محاكات الامم المتحدة وفي الوقت ده انا عايز اقول لحضرتك بقى ان تم دعوة عدد كبير جدا من الافراد المشاركين في نموذج محاكات الامم المتحدة مش مصريين بس لا ده من كل دولة في العالم بنجيبهم وبنقلهم ازاي احنا هنتقمص دور الممثل دولة ممثل دولة ما في مجلس الامن او في الامم المتحدة وازاي هنعمل ده بمقترحات وتوصيات بمقترحات وتوصيات وبطريقة بروفاشنال ده الجانب بتاع الوركشوبس فيه بقى الجلسات بعد الابنينج سيرموني جلسات حلوة جدا عندنا مثلا جلسة الامن المائي وده مهم ان احنا نتكلم فيه عندنا عندنا تخريج جزء من الطلاب الخاصين او اللي درسوا فيه الاكاديمية الوطنية للتدريب وكل شرف طبعا ان انا ابقى فرحان جدا ان فيه جزء من الناس لا ده مجموعة من الطلاب مش دفع واحدة فهتبقى مخصص لها ساعة الساعة دي هيتم فيها دعوة مجموعة من الطلاب ويتم تخرجهم ان شاء الله قدام الناس كلها وقدام سيادة ريوس ولينا الشرف طبعا بكل تأكيد احنا بنشكرك شرفتنا ونورتنا شكرين جدا على كل هذه التفاصيل وربنا معاكم خلاص هانت كلها اربعة ايام وترتاحك لا ان شاء الله ان شاء الله تستمديك الله ينور الحي والله شكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا على وجودك معنا وبالتوفير شكرا جزيلا